تأتي الذكرى الثالثة والستون لاستقلال النيجر عن فرنسا في ثوب مختلف هذه المرة فهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا يواجه أزمة سياسية بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وتولي قائد الحرس الجمهوري الجنرال عبد الرحمن تشياني السلطة في البلاد ومنذ اللحظة الأولى لهذا تطور السياسي في النيجر كانت فرنسا في مهاب انتقادة السلطات الجديدة في نيامي حيث وجهت انتهامات لباريس بالسعي لتدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى السلطة وحذرتها من الإقدام على هذه الخطوة لم تقف تحركات تشياني ولفاقه عند حد اتهام فرنسا بل أتبعها بقرار وقف تصدير اليورانيوم إلى فرنسا وهو القرار الذي سيترك تأثيراته السلبية على قطاع الطاقة الفرنسية خاصة ما يتعلق بمفاعلاتها النووية في المقابل فرنسا التي ترى في النيجر كنزا ثمينا بحسب مراقبين نفت الاتهامات الموجهة إليها بالسعي لتدخل عسكريا في النيجر فيما وصفت وزيرة خارجيتها كاترين كولونا التظاهرات بأنها انتهازية وموجهة يأتي هذا فيما تحركت حكومة إلي ذرسبورن لإجلاء المواطنين الفرنسيين من النيجر في أسرع وقت ممكن تطورات تشيب أن علاقات البلدين تأخذ منحنا سلبيا قد يقدر الرئيس إمانويل ماكرون على سحب 1500 جندي فرنسي ينتشرون في النيجر للمشاركة في القتال ضد المتطرفين في منطقة الساحل والصحراء الأمر الذي يرجح ما هو مراقبون أن يكون مؤشرا لقطعية بين فرنسا ومستعمرتها السابقة لصالح تحركات من جانب روسيا والصين لتعزيز وجودهما في القاهرة السمراء ترجمة نانسي قنقر